السلام عليكم وحبباتي نهاركم زين وإن شاء الله تكونوا في أحسن حال معكم ليندا وإذا كنتم أول مرة تشوفوا القناة إن شاء الله تعجبكم وتشتركوا وما تنسوش إذا عجبكم هذا الفيديو حطونا لايك وتعليق وإذا كنتم جربتوا المنتج نحن نحكي عليها اليوم أكيد أكيد خلولي رأيكم الشخصي فيه والولاية والسعر دائم حبيتم قولكم بنات أنه أول حاجة أعذروني على الصوت لإني رمي مريضة تعرفوا أنتم أنا كي روح صوتي إنو اللي نسجل فإن شاء الله تكونوا في أحسن حال وحجتكم أم ميدو أم قسي أم معتز نبني تكامل حباباتي وعزيزاتي على قلبي وكذلك أخواتي العزيزات اللي مجدتكم بحاجة عجبتني بزيف وجربتها وإنتم تعرفوني كي نحطيكم حاجة معناها أنا جربتها شخصيا بالنسبة لي البشرتين حبها تكون رطبة وما تكون شم زيتها يعني يكون الترطيب فيها عالي بدون زيوت فالتجأت آخر فترة إلى السيرامات كنت جربت طبعا سيرام هاي العملي فات ولو عندو عمينها كاكة عرشان والآن حبيت تجرب لكم سيرام متوفر ويتبيع غير بخمسين ألف يعني تخيلوا أنتم كمية وكبيرة وبخمسين ألف هاوليكم بنت منتجي هبل لابو بارفير هاوليكم فيتامين أ ما نحكي لكمش أول حاجة على فوائد الفيتامين أ أولا نمسح لكم هاذي وشي هي هاذي وقلم الكريم اللي شريته أولا الفيتامين أ أول حاجة ديروا ساعة كابتور قبل ما نبدأ نحكي هاو نحكي معكم ها هو أول حاجة هذي الكمية تاعو كبيرة بزيف شوفوا البنائد وهذا اللي أول مرة تحط في اليوتيوب هاو ديكم كميته كبيرة ممتازة الأبليكاسيان تاعو ثاني سهلة ها كابومب والازوز والسعر تاعو يدير خمسين ألف الآن نحن فهمكم لواش مليح شوفوا البنائد اللي عندها وجهة جيف اللي عندها وجهة يفتقد للنظرة للنعومة أيضا حاب تحط سيروم قبل ما تحط الماكياج تاحها سواء كنتي عروسها ولا تخرجي تخدمي أيضا إذا كانوا عنده يديك فيهم الجفاف إلى آخره إذا كنتي حابة تعطي هيك الأكلة لابو تاعك حابة حاجة إفكاس ورخيصة هذا السيروم يحب اكتشفته صدفاته في الفرماسي عنا واحد لفرماسي ديما يحطوا هاك منتجات قدامكم واتخائري أنا صراحة نحب ندي حاجة رخيصة من كذب شرخوتتي أولا لإنه خلاص يعني ولفت ديما نشري الغالي غالي بزيف يعني 500-600 ونلقاي حاجة تعفها فنخصد رحمي باطل لذلك حابة نديما ندير باجت أو ميزانية خاصة بالحواج هذي نجربها فاجربت لكم اليوم يا لبنتم وش حكي لكم واحد النعومة واحد الرطوبة وزيد لقيته بالفيتامين أ وش معناها؟ معناها يقاوم التجاعد يقاوم أشعة الشمس الناس هذي كلي عندها لابوتا حكي في أنا واللي هي مشكلة عني منها تكون يباغة في الدار كي تخرجي التأكسد تكحيل هذا ينحلكم التأكسد يعني يخفف منه ويعالجه أيضا يا لبنت انه بالفيتامين أ يغذيلكم البشرة ليغيد لي عندك تكون التجاعد في البشرة تاعك رح تزيد تكثر ورح تزيد تقوى هذا يعالجها أيضا تكستير تاعه أو القوام بتاعه مائي وذي حاجة هاي لعليش لأنه كاين بزيف منه كيفي أنا عندي بشرة مختلطة وعندنا الناس أخرين يرن بشرة جافة أخرين عندهم بشرة زيتية فميحبوش يديروا الزيوت حتى تلقاها بشرتها جافة ودقولك ما ننكر هالزيوت ما تشربش في العبوكلش هذا يهب لي البنت ديري منه ثلاثة بخات صغار هكا نقاط وطبليكين مع الوجه تاعك ما تحسيش بهم أصلا يعني المرة الليلة هكا تجي ملمس متلاصق ما يفوتش تقيقتين يختفي الملمس هذاك من بعد تشوفي واحد النعومة يا البنات واحد الإكلا واحد التوهج في وجهك يهبل وغير خمسين ألف أنا بالنسبة لي هكا جربته قلت ما نبخلش أخوتيتي ونوريه لكم وإن شاء الله تلقوا في ولايتكم قادرة تكوني أنت يعني جربته قبل خليلي في التعليقات لكن أحب أن أقول لكم فقط أن بشرة حساسة تميل إلى تحسس من المواد الكيموية كل يعني عادة كنحط أي حاجة ضرني فديما نخاف من المواد هذه لكن هذا يهبل يعني أعطاني ترطيب عميق أعطاني ملمس ناعم ناعم أروعة وكذلك أعطاني واحد الحاجة هكي شغل لابوتاعة كأنها مغذية فهل فيتامينات صدقوني من أول مرة تحسوا بالإحساس هذا وكي هنا حاجة أخرى أنه ما تحسيش بأي ملمس زيتي المرة الأولى بركة لاصق في اليد كتحطيهاك على وجهك ما تفوتش قيقتين وشربوك قد تحطي عليها أنت الفوندوتا تاكل أي حاجة يساعدك في حماية بشرتك يعني من الأشعة تعال الشمس يغذيها وكذلك يساعدك أنه يحميلك البشرة تاكل من الفوندوتا لكن أنا شخصيا نصحكم حبيبيتي أنكم أي سيروم تعملوه لازم عليكم تعملوها لبشرة نظيفة مئة في المئة وتعملوه قبل النوم ولا عند الاستيقاظ يعني ديريه وأفطري شرب قهوتك صيقي نشفي ولا البسيقش كيكون بشرتك استفدت منه ثم تقدر تحطي عليها اللي تحبي هاوليكم البنات إن شاء الله تلقاه وتستفيدوا منه تعالى بو بغ في في عدة مميزات أول حاجة قلك يعني تبليكي هاي اللي غيد يدير لك كما قلوحنا ترطيب عميق ها هو وتقدري أيضا عن تجربة تحطيه ليدك يعني تديري في لابوتع ليدين تاعك وتديري في أي مكان جيف خاصة الرقبة تفهمنا يعني وحدك تعدني بوجهة تعدني برقبتها وبش يعطيكم فائدة أكتر تقدو تعملوه بعد القوماش يعني ديري قوماش مرة في الأسبوع ونهار اللي تديري في القوماش شلي وجهك مليح واغسليه وديري هذا وشوفوا كيفاش النتيجة روعة تولي البشرة تحكم كما الكوريات إن شاء الله تستفيدوا منه البنات هاوليكم ها هو منتج ولا أروع هو منتج جزائري تهمنا وحاجات بلدنا دي ما هاي لو بزيف روعة هاكم تشوفوا ماشي هو يعني المنتجات واللي ولا أروع إن شاء الله تكونوا البنات تستفيدوا من هذا الفيديو أي سؤال خلولي في تعليقات والسلام عليكم